اهلا بكم الى حلقة خاصة من سوريا اليوم يعيد مجلس التعاون الخليجي توحيد بوصلته حيال القضية السورية عبر بنود ستة في قمة المصالحة الخليجية في السعودية فيرسي قادة مجلس التعاون الخليجي رؤيتهم المتفقة مع القرارات الدورية مشددة على ضرورة تنفيذ بنودها ونقاطها من هيئة حكم انتقالي ودستور وانتخابات مع رفض تام لأي تغير ديمغرافي وأي وجود إيراني سواء أكان مباشرا أم عن طريق ميليشيات طائفية التبني الجماعي لمبادئ الحل من جديد ترى فيه المعارضة خطوة مميزة في مسار الحل المتعطل في سوريا فكيف سيكون وقع بيان القمة الخليجية وكيف ستستفيد المعارضة السورية منها في محورنا الثاني مشاهدين نناقش معكم تحول سوريا إلى أرض مشاع للقوى الأجنبية التي تمارس فيها كامل الصلاحية من انتشار وتأسيس قواعد بشكل لا يقتصر على منطقة دون أخرى فجميع الأراضي السورية مباحة للقوى الفاعلة وتبعا لما تملك من مساحات وقواعد يحدد مدى قوتك بالملف السوري والقرارات المتعلقة به سوريا أرض القوى الأجنبية كيف ينعكس ذلك على السوريين وهل من أمل بخروجهم أجمعين أكد قادة مجلس التعاون الخليجي تمسكهم بالمبادئ الأساسية للحل في سوريا التي نص عليها القرار 2254 وذلك في أول اجتماع وتضمن البيان الختمي ست نقاط خاصة بسوريا ارتكزت بشكل أساسي على ضرورة تشكيل هيئة انتقالية للحكم وصياغة دستورين جديدة لسوريا والتحضير الانتخابات تحقق تطلعات السوريين كما تضمن البيان الختمي بندا أكد وجوب خروج القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها من سوريا ليست وحدها العلاقات بين الأطراف من شهد صلحا بل طال الأمر الملفات المعقدة في المنطقة وعلى رأسها الملف السوري الذي أعيد إلى نقطته الأولى والأساسية ضمن ما رسم من قبل المجتمع الدولي ضمن القرار 2254 قادة مجلس التعاون الخليجي أكدوا في البيان الختامي الذي جاء في 117 بند خصص منها 6 لسوريا أكدوا على أن طريق الحل يمر عبر مبادئ جينيف وقرار مجلس الأمن 2254 وما يحتويه من خطوات متمثلة بضرورة تشكيل هيئة انتقالية للحكم وصياغة دستور جديد لسوريا والتحضير الانتخابات تحقق تطلعات السوريين مع إبدائهم الدعم لعمل اللجنة الدستورية وكذلك جهود إعادة اللاجئين فيما أفرد بند خاص للوجود الإيراني في الأراضي السورية فأدين الوجود الإيراني في سوريا مع المطالبة بخروج كافة الميليشيات الطائفية التي جندتها إيران للعمل في سوريا حسب ما جاء في البيان إعادة النظرة الموحدة للدول الخليجية حيال القضية السورية كان محل ترحيب من المعارضة السورية التي رأت فيه دعماً لحقوق السوريين وفرضاً للضغوط اللازمة لدفع مسار الحل السياسي في بلد تاهت بين قرارات الدول ورغباتها ومصالحها توحيد الرؤية هذا يستتبع خطوات أخرى لتتحول إلى واقع لا سيما بعد جملة من الإجراءات نفذتها بعض الدول لصالح النظام من افتتاع سفارات وبناء أسس لعلاقات اقتصادية فهل ستكون هناك خطوات على هذا المستوى؟ حول هذا الموضوع معنا في الستوديو رئيس الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور نصر الحريري مساء الخير دكتور نصر داية ثان قبل الغوص في محورنا الأساسي وهو البيان الختامي للقمة الخليجية قبل ساعات جاءنا نبأ حول اغتيال مراسلنا أو محاولة اغتيال لمراسلنا في مدينة الباب بهاء الحلبي نتمنى له السلامة الآن هو في فئة المشفى وقبل فترة أيضاً سمعنا عن اغتيالات وسمعنا عن مشهد أمني غير منضبط في المنطقة كيف تنظرون إلى هذا المشهد وتعليق صغير من حضرتك حول الموضوع مساء الخير لك والأخوة المشاهدين بداية أتمنى السلامة للأخ بهاء أو الأخ براء بهاء نعم احنا من اللحظة الأولى اللي أصيب فيها عم انتابع بمكتبنا الحمد لله وضع الآن مستقر في طلقة باليد في طلقة بالساق أعتقد وفي طلقة كمان بالطرف الصدر بالمعصم وبالساق وفي واحدة بالصدر وعم يعمل أشعة أمور الحمد لله كويسة فنتمنى له الشفاء العاجل الأخ بهاء من الأصوات الحرة أصوات الإعلام التي تحاول نقل الحقيقة بشكل موضوعي حتى يراها السوريون يراها كل العالم العمل الذي تعرض له مدان وطبعا هو بيجي ضمن سلسلة ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الإعلام والإعلاميين من أجل محاولة كم الأفواه وإخفاء الحقيقة من جهات مستفيدة للأسف الشديد كما تفضلت هذه المنطقة بعد عملية تحرير جديدة لا تزال فيها خلايا نائمة لتنظيمات إرهابية على رأس تنظيم بشار الأسد الإرهابي وتنظيم داعش وما شبهه وكذلك تنظيم قسد وعلى الرغم من هذه الحوادث التي تحدث والتي هي مدانة وغير مقبولة إلا أن العدد الأكبر يتم الكشف من قبل المؤسسات التابعة للحكومة السورية المؤقتة على الأرض وهذا يضعنا أمام مسؤوليات حقيقة متجددة من أجل محاولة ضبط الأمن والاستقرار ومتابعة كل هذه الخروقات الأمنية التي تحدث في المنطقة التحديات كبيرة والمهمة صعبة ليست سهلة خاصة بظل مؤسسات لا تزال ناشئة نحن نتابع هذا الوضع من خلال الحكومة المؤقتة ومؤسساتها والتحقيق في محاولة وصول إلى الجناء ومحاسبتهم وإحالتهم إلى العدالة والقضاء النزيه بالعودة إلى الموضوع تابعتم أمس البيان الختمي للمصالحة الخليجية كان هناك ستة بنود متعلقة بقضيتنا اعتبرها البعض مناصرة للقضية السورية كيف وجدتموها؟ هي حقيقة مناصرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي دائما كان في بياناته يركز على القضايا الأساسية المتعلقة بحل سياسي حقيقي في سوريا فهو بدأ بضرورة الوصول للحل السياسي وحدد المرجعيات المرجعيات بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن فصل أكثر من ذلك وهو مقتنع يعني محقا بأنه تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تدير البلاد بما يسمح للوصول لدستور جديد وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة تبقى هي الركن الأساسي اللي إذا جرت أي محاولة انزياح عنه لن تؤدي إلى حل كمان تطرق إلى القضايا الرئيسية الوجود الإيراني ميليشيات حزب الله وضرورة إخراجها من سوريا وتطرق لموضوع اللاجئين كما حافظ كما العادة على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وأن يترك للسوريين وحدهم يعني الوصول للحل السياسي هي حقيقة يعني لا تشكل ثوابت مجلس التعاون لدول الخليج العربي هذه تماما ثوابتنا وهي مطالبنا والتي ثمننا اليوم في كلمتنا وفي بياننا موقف دول الخليج العربي والدول العربي عموما الداعمة لهذه الثوابت باتجاه وصول إلى حل سياسي حقيقي على الرغم من أن النظام كما تعلم حتى اللحظة لا زال يعطل هذه المحاولات ومصر على موضوع الانتخابات سنأتي على هذه النقطة اليوم لديكم هذا الموقف الخليج الموحد واتفاق على ضرورة انتقال السلطة وفق الألية الأممية 2254 وبناء على ذلك كيف ستكون تحركاتكم كمعارضة بمعنى آخر كيف سيتم استثمار هذا التقارب وإنهاء ما سمي سابقا بالأزمة الخليجية يعني اليوم النظام لمصلحتكم ومصلحة السورية نعم النظام اليوم نعلم جيدا أنه لن يأتي إلى طاودة المفاوضات مهما مثل عكس ذلك ومهما حاول حلفاء إهامنا أو إهام المجتمع الدولي بعكس ذلك فبالتالي لا بد من اللجوء إلى عوامل ضغط إضافية لإجبار النظام على الحل لا شك أن ما هو موجود الآن سياسيا وعلى الأرض مفيد يعني موضوع عدم تمكن النظام من الحسم العسكري هذه نقطة مفيدة عدم البداء بعادة اعمار العقوبات الاقتصادية قانون قيصر وباقي العقوبات وبريطانيا الآن وباقي الدول تعمل على نفس الموضوع لا شك أن هذا كله مفيد ويضر النظام وطبعا يضر النظام بشكل خاص وكل سردية النظام التي تقول بأن هذه العقوبات تستهدف الشعب السوري هي أبدا غير محقة المسؤول عن الكارثة هو النظام لكن لا بد من البحث عن عوامل إضافية وهذا ذهاب النظام الآن إلى انتخابات يضعنا نحن كممثلين لقوى الثورة والمعارضة ويضع المجتمع الدولي ومنهم الأسرة العربية أمام تحدي جسيم لا يكفي أن نذهب النظام إلى انتخابات وأن نخرج ونقول أن هذه الانتخابات شرعية هذا كلام لا يسمن ولا يغني من جوع لذلك الائتلاف الوطني الآن عمل على ورقة جادة من أجل نزع الشرعية عن نظام بشار الأسد كيف يعني بحيث نخرج من إطار عدم الاعتراف السياسي أو المعنوي بشرعية هذه الانتخابات إلى عدم الاعتراف القانوني بعدم شرعية هذه الانتخابات ونعتقد أن هناك بعض الدول لو توضح لنا هذه النقطة يعني مثلا اليوم دولة مثل قطر عندما منحت سفارتها للإتلاف الوطني سفارت الدولة للإتلاف الوطني هذه خطوة لو كان هناك خطوات مماثلة مثلا كيف يسمح لهذا النظام اليوم أن يكون متحدثا باسم الشعب السوري في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن إذن نزع الشرعية الدولية نعم يعني هي محاولة ورقة أعدها الاتلاف والآن نحن بطور التحضير إلى جولة من التواصلات الدولية لا أعلم إذا كانت هذه الخطوة ستنجح أم لا تنجح لأن البداية فيها بأيدينا نحن نستطيع بداية العمل عليها لكن إذا لم نجد تجاوبا دوليا اللي هم بيدهم الاعتراف القانوني لذلك اليوم ما جرى في القمة الخليجية أو القمة العربية بالأحرار لأن حضرتها كذلك دولة مصر ومصر دولة مهمة محورية لها ثقل عربي ولها ثقل إقليمي ولها ثقل دولي اليوم هذا الالتئام للأسرة العربية مجددا على طاولة واحدة ولاحظ أنه بالبيان أشاروا إلى التحديات الموجودة في المنطقة فلم يبخلوا عن سوريا بست نقاط في هذا البيان وتحدثوا تفصيليا عن إيران هذا العدو المشترك لنا ولهم ولا يخف على أحد بأن اليوم السوريين يتقاطعون بشكل كبير جدا بقواسمهم مع المصلحة العربية الجمعية فبالتالي هذا الالتئام ربما يمهد أو نحن متفائلون وسنعمل على أن يكون هذا الالتئام هو خطوة باتجاه عمل مشترك عربي كما كان في سابق عهده يعني سابقا من أجل حل كل مشكلات الشرق الأوسط التي استنزفت المنطقة وعلى رأس سوريا ونعلم جميعا أن إيران اليوم تكاد تكون قد احتلت أربع عواصم عربية وتسعى إلى المزيد لذلك ما جرى مهم ما جرى يجب استثماره ويجب العمل عليه والإتلاف يمد يده إلى أشقائه العرب من أجل البحث على طاولة الحوار العربي عن المصالح المشتركة التي يمكن أن نعمل عليها وهي كثيرة جدا وعلى رأسه هذا موضوع نزع الشرعية إذا تمكننا من إحراز خطوات فيه تحدثت لي بأن النظام لن يأتي إلى طاولة المفاوضات لذا لا بد من الضغط إذن كيف ستكون أدوات الضغط أو المشرف على هذا الضغط هل ستكون هناك آلية محددة للمساهمة الجدية في إيجاد حل مستعجل للسوريين وهل هناك ربط مع حراك المبعوث الأمريكي إلى سوريا جويل ريبورن والحديث عن زيارة إلى الإمارات والأردن أيضا يعني اليوم سياسة الولايات المتحدة الأمريكية واضحة بأنه لا حل في سوريا إلا الحل السياسي على الأغلب النظام وفق معطيات الواقع الموجود وجود تركيا في شمال غرب سوريا مع الجيش الوطني ووجود المعات المتحدة الأمريكية وباقي الدول التحالف في شمال شرق سوريا لن يسمح لهذا النظام بالحل العسكري ثانيا زيادة الضغوط إلى الحد الأقصى الذي يجعل النظام يأتي إلى طاولة المفاوضات طبعا مع الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وإلى آخره ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من جهود لحشد جهود لحشد طاقات كل الدول في سبيل دعم هذه الاستراتيجية ولكن كما قلنا نعم هذه الاستراتيجية تؤلم النظام وتضره كثيرا ونحن نرى اليوم بأم أعيننا على أم معاناة النظام وربما عدم قدرته على تحمل هذا الوضع لفترة طويلة ولكن نحن كسوريين وأهل سوريا أدرى بشعابها ونحن أعلم بهذا النظام النظام مستعد لقتل كل السوريين دون أن يبدي أي مرونة أو أي تنازل في الحل السياسي لذلك من هنا قلنا أن النظام لن يأتي إلى طاولة المفاوضات إلا باتباع وسائل إضافية ما هو موجود مهم ولكن ينبغي على المجتمع الدولي اليوم إذا كان جادا في موضوع الحل السياسي في سوريا أن يذهب إلى أدوات ضغط إضافية على رأسها موضوع أن نعمل سوية على عدم الاعتراف القانوني بشرعية انتخابات هذا المجرم بعد أشهر قليلة الاهتمام بملف المسائلة والمحاسبة والبارحة كان هناك تقرير في مجلس الأمن لوكيدة الأمين العام للأمم المتحدة تحدثت فيه بشكل واضح على أن تعاون النظام مع منظمة حضر السلحة الكيميائية ليس بالشكل المطلوب ولا تزال هناك ملاحظات كثيرة جدا عن النظام واستحداثه لأسلحة جديدة استخدمها ضد الشعب السوري فبالتالي الاهتمام بموضوع المسائلة والمحاسبة والسعي إلى تطبيق العدالة ليس فقط العدالة الانتقالية فيما بعد وإنما عدالة من الآن ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في سوريا تجاه الشعب السوري كما قامت بعض الدول تحت مبدأ الولاية القضائية الدولية كما عملت على محاكمة بعض مجرمي نظام بشار الأسد أن يتم توسيع هذه الدائرة ووضع ملف المحاسبة بجدية على الطاولة مثل هذه العوامل هي التي سترسل رسالة إلى السوريين من يعيشون تحت سيطرة النظام وإلى روسيا كدولة ساعدت النظام وساهمت البقاء حتى اللحظة بأن هذه اللعبة لعبة الحفاظ على النظام لن تدوم طويلا وستفشل في نهاية المطال خلال السنتين الأخيرتين كان هناك شبه حراك إماراتي عماني اقتصادي أخذ ملامح اقتصادية وأيضا دبلوماسي فتحة السفارة الإماراتية على سبيل المثال في دمشق هل يعني البيان الختامي توقف هذه المنفعة الموجدة يعني اليوم الدولة المتحكمة على الأرض بشكل كبير جدا في سوريا إيران وأي حراك في سوريا من أجل مبرر أو ما لن يصب إلا في مصلحة إيران بالدرجة الأولى وهذا النظام كذراع إرهابي لإيران طبعا هناك بعض الدول العربية التي حافظت على علاقات مع النظام أو بعضها من فتح علاقات مع النظام ولكل دولة من هذه الدول مبرر خاص ولكن نظام العقوبات الأمريكي والدولي لا يعفي أحد من أي انفتاح اقتصادي على هذا النظام ونحن نقول لأشقائنا قبل الآخرين بأن أي محاولة انفتاح لن تساهم إلا في تشجيع النظام على ارتكاب مزيد من الجرائم بالشعب السوري ولن تؤدي إلى تحقيق أي مصلحة لأي دولة من الدول لأن هذا كله يصب في مصلحة زيادة نفوذ إيران وزيادة استيلاءها على المجتمع السوري وعلى أركان الدول السورية أخيرا قبل أن أختم معك نود منك ملخص للخطوات القادمة للمعارضة السورية أيضا لا سما فيما يتعلق بإيران والتوسع الإيراني الموجود في سوركا يعني هناك خطط متعددة لأننا نعمل على حملة دولية من أجل الشتاء والمخيمات حملة دولية من أجل كورونا حملة لمواجهة انتخابات نظام بشار الأسد سواء في الفترة التي تسبق الانتخابات أو في الفترة التي تلي الانتخابات تسبق الانتخابات من ناحية عدم المشاركة وعدم تصديق سردية النظام وسردية الروس بأن الأسد انتصر وأن الحرب انتهت هذا كله كلام فارغ النظام لا يستطيع أن يحكم القصر الذي يعيش فيه وإجراءات بعض الانتخابات التي تحدثنا عنها في محاولة النزع الشرعية على مستوى النفوذ الإيراني نحن لدينا لجنة في الاتلاف هي لجنة مختصة بمتابعة كل التطورات المتعلقة بإيران وهل ستفتح قنوات الاتصال هل ستفتح مع الدول الخليجية مع دول أخرى أيضا لبحث هذا الملف تحديدا قنواتنا الحمد لله مع الدول الخليجية تقريبا أغلبها هي دائمة لا تنقطع نحن في موضع نعمل من خلاله على زيادة أصدقاء مطالب الشعب السوري إلى أقصى حد نستطيع وتخفيف أعداء أو الحياديين تجاه قضية الشعب السوري كذلك للحد الأقصى الذي نستطيع علاقتنا مع هذه الدول علاقات أخوة وعلاقات شراكة مستمرة في أغلبها وإن مرت أحيانا بلحظات أو فترات برود إلا أن نتطلع إلى تقوية هذه العلاقة في المستقبل خاصة مع الدول المحورية المملكة العربية السعودية مع دولة مصر مع قطر الأردن الكويت باقي الدول كل من يمشي معنا ضد إيران وضد هذا النظام ومصلحة المنطقة ومحاربة الإرهاب والتطرف إحنا إيدينا مندودة إذن باختصار يمكن القول أن ما بعد البيان الختامي أمس قد نشهد تعاونا ما بينكم وبين هذه الدول التي كنت قد ذكرتها في هذا الإطار بما يصب في مصلحة السورية وإجراءة حل مستعجل بعبارة أداء خلين نقول بعد البيان والمصالحة هذه الخطوة الهامة التي جرت البارحة التعاون موجود مع هذه الدول ولكن الائتلاف نعم سيسعى إلى توطيد أواصر هذا التعاون وهذه الشراكة مع الدول العربية الشقيقة بما يخدم مصالحنا المشتركة وعلى رأسها تحقيق الانتقال والحل السياسي في سوريا والتخلص من هذا النيرام وإيران وأذرعها الخبيثة في المنطقة والتي بتنا جميعا نكتوي بها وليس فقط السوريين شكرا جزيلا لك لحضورك الدكتور نصر الحري رئيس الائتلاف الوطني لقوة ثورة والمعارضة السورية شكرا جزيلا لك مرة أخرى مشاهدين بعد فاصل قصير محور آخر ابقوا معك شكرا جزيلا لك